موسيقى بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ساعة للهوى النهاردة بنعمة ربنا عايز أتكلم معاكم في موضوع عن عطية الروح الكدس جملة بنسمحها كتير بالتحديد كده في آخر كل صلوات الليتوروجية بتاعتنا لما بونا يجي يقول لنا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركت وموهبت وعطية الروح الكدس بما إن إحنا الحد اللي فات تدينا يعني كنا بنصلي صلاة السجدة وعيد حلول الروح الكدس وابتدينا يوم الاثنين سيوم الرسل فنتكلم مع بعض في عطية الروح الكدس عطية الروح الكدس دي عطية إلهية لكل المؤمنين بإسمه كل إنسان بيتعمد وينال سر الميرون أبونا كده لأب الكاهن وللأسقف منذ بداية الكنيسة ينفخ في وشه كده قلوه أقبل الروح الكدس وكن إناءا مختارا أو طاهرا فهي الحقيقة عطية إلهية لكل من يؤمن بالمسيح وكل من يحمل اسمه ويحمل سماته دي جات منين الحقيقة عطيت الروح الكدس وهل هي لها لزوم وإيه مادة قيمتها وإحنا جوانا طيب يعني سكن الروح الكدس دي حاجة مفيدة لينا ولا نعمة ولا باركة ولا أهو قدين عايشين والسلام لا الحقيقة عطيت الروح الكدس دي عطية إلهية كبيرة أويت وماثل في فعلها كده ميلاد المسيح زي ما رب المجد يسوع المسيح وكنوم الكلمة تجسد وكان فيه نجم على المكان متولد المغارة بتاعته وكان فيه ملايكة بترتل وكان فيه حاجة عظيمة جدا تجسد المسيح كذلك حلول الروح الكدس على التلاميذ كان يوم عظيم قوي تعالوا نرجع كده بالتاريخ ونقرأ مع بعض سفر الأعمال ونشوف إيه موضوع حلول الروح الكدس على التلاميذ الحقيقة يوم الخمسين كان يوم مميز جدا وعيد الخمسين في أصله هو عيد يهودي وكانوا يحتفلوا به في العهد القديم زي ما ربنا قال لهم وكانوا يقدموا الحصاد بتاعهم الكثير احتفال بعيد الحصاد وده كان سبع أسابيع من عيد الفصح بعد سبع أسابيع من عيد الفصح عشان كده إحنا بنقول باكر أحد السبوت يعني أول السبت في السبع سبوت بتوع لما ينتهوا بالخمسين لكن في العهد الجديد جي ربنا قال إن الحصاد بقى الكثير والحصاد الجديد بعمل الروح الكدس في الكنيسة وحل الروح الكدس على التلاميذ وهم مجتمعين مع بعض في العلية وكان عددهم يعني اللي اتنشر تلميذ ومعاهم أنفس أخرى الحقيقة كائن حلول مميز ومرئي زي ما بنقول كده في الإسمة وزي ما بنقول في سفر الأعمال الرسول نحل عليهم الروح الكدس في شكل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منه فإحنا هنا عندنا إيه حاجتين لازم نقف عندهم شوية إن أول حاجة كانت مرئية بالعين يعني لما أنا كن واقف كده شوف على رأس التلميذ القدامي أو الرسول القدامي شكل زي الشمعة كده زي اللهب ألسنة نار وغادين بالكم متشاف وعلى كل واحد منهم يعني مش لسان نار كبير حل عليهم كلهم لا ده على كل واحد ودي طبعا علامات ودلالات أول حاجة الرؤية العين إن ما تبقاش فيها شك ولا يقولوا ده يعني حل ولا ما حلش ولا صوت سمعناه يمكن ده صوت حاجة طبيعية لا كانت ظاهرة غير طبيعية ظاهرة غير طبيعية زي كده بالضبط النجم اللي كان موجود على ايه المزود والمجوش شافوه من آخر الدنيا من المشرق من بلاد فارس وجوم وهم ايه شايفين النجم لغاية لما اختفى من عنهم فشافوا حاجة غريبة دلت على ميلاد ملك المسيح 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 المنتظر وجوم قاعدوا قلبوا البلد كده ايه اللي حصل نفس الكلام حصل يوم الخمسين حصل هبوب بريح وبعدين شافوا ألسنة نار على رؤوس ايه التلاميذ والرسل هم موجودين في العلي فكان لازم تبقى مرئية بالعين عشان خاطر ما نبقاش ايه نشوف ده حصل فعلا ولا ما حصلش عشان كده دي حقيقة في العهد الجديد ان يوم الخمسين كان ميلاد الكنيسة وكانت منقادة بعمل الروح الكدس وبالروح الكدس وشوفناه بعنين نمرت نين على كل واحد فيهم كأنها عطية شخصية مش مثلا حاجة كده من فوق فنقول هي جات على فلان وما جاتش على فلان لا ده يعني هي بس ظهر كده علامة للروح الكدس لكن ما كانتش على التلاميذ لا متشافة بالعين وعلى كل واحد منهم زي ما بنصلي في الاسمة اللي بنقولها في صوم الرسل ومن هنا كانت دلالة وعلامة رسولية وان ربنا بيقودة كنيسة من خلال التلاميذ ومن خلال لأباء الرسل ومن هنا ابتدوا يكرزوا ويبشروا فكانت عطية عظيمة جدا سبب في اني أنا حضراتكم كلنا يبقى احنا في كنيسة طية ارتدوكسية رسولية يعني تتبع على التعاليم لأباء الرسل وكل ما تسلمناه من الأباء الرسل منقادة بالروح الكدس من يوم ما تأسست الكنيسة ميلادها كده بان قوي وصار واضح للكل مرقي بالعين وعلى كل واحد من التلاميذ كل واحد لوحد عشان كده هي عطية شخصية وعشان كده احنا ماشيين على نفس الامتداد ونفس ارشاد الروح الكدس ان كل انسان معمد يدهم بالميرون وابونا يقوله اقبل الروح الكدس وكن اناء فاذا احنا هنا هي عطية شخصية لكل واحد فينا وبرضو تتأكد عليها في الرسايل يقول كده ايه انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم صحيح هنا الرسول بوليس بيكلم انتم بيكلم جماعة لكن هو بيتكلم على كل واحد فينا لان احنا زي ما قلنا كده في المعمودية فهي عطية شخصية انا وانت وانتي وكلنا في داخلنا سكنة للروح الكدس في داخلنا هيكل الله وطبعا احنا في العهد الجديد لنا هذه هي الامكانية ان في العهد القديم لم نكن بعد قد تصلحنا مع الله وبوليس برضو يقولي الكلام ده في كرونسوس الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح ابنه الوحيد فجاء الله الآب كده ارسل ابنه الوحيد الى العالم وتجسد وتأنس من العزراء مريم ومشي في وسطينا وعلمنا وشفنا اعمال عظيمة ومعجزات لا يعملها الا الله وصلبا عنا ومات على الصليب وقام من بين الاموات ثم صعد الى السموات طب وخلاص كده لا ده المسيح وهو صعد للسماء وقبل ما يصعد وعد تلاميذ وقال لهم الروح القدس الروح المعزي الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم فزي ما الله الآب ارسل ابنه الوحيد الى العالم كذلك خل الروح القدس يسكن فينا الروح القدس المنبسق من الآب وطبعا انبثاق الروح القدس من الآب هو عمل مستمر لنتوا عارفين احنا إلهنا مثلس الأقانيم الآب والابن والروح القدس لما بنرشم الصليب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد إله واحد مثلس الأقانيم وبين الثلس أقانيم الآب والابن والروح القدس ما فيش لا زمن ولا انفصال ما فيش لا زمن ولا انفصال فالولادة الأزلية بتاعت الابن وانبساق الروح القدس هي حاجة مستمرة صحيح حلول الروح القدس على التلاميذ كان علامة فارقة في الزمن إنما الروح القدس بيعمل فينا حتى الآن ويفضل يعمل عشان كده إن إحنا في كنيستنا لما ديج نقرأ الإبراكسيس اللي هو سفر أعمال الرسل إخلامتاز الكلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وهذه الكنيسة وكل كنيسة كأن عمل الروح القدس ده بتديناه في أعمال الرسل ولسه عايشينه لسه متقفلش وسفر أعمال الرسل إحنا بنعتبره ده سفر التاريخي اللي في العهد الجديد يعني إيه سفر التاريخي عمال يحكي فلان عمل وبوليس راح وقابل مين وراح الحتة الفلانية والتلاميذ اتفقوا على إيه وحصل إيه في مجمع أرشاليم الأول وبوتروس قال لهم إيه وبوليس قال لهم إيه إيه لأخيره عمال يحكي أحداث بتبين إزاي اتفاقنا مع الروح القدس إزاي الروح القدس كان يقود الكنيسة من اليوم الأول وسيظل حتى الآن وبالتالي عطيت الروح القدس كانت مرئية ما فيها الشك حقيقة زي كده هوت لما النهاردة بقول لكم فيه نور بيخرج من قبر المسيح يعني حقيقة صحيح أنا مش عارفين يعني بيخرج إزاي ولا ليه ربنا سايبه لغاية النهاردة كذلك حقيقة حلول الروح القدس حاجة مثبتة في الكتاب المقدس تاريخي وكمان بين أثارها زي ما هنشوف فيهمنا إن إحنا نقول ليه ربنا أصد إنها تكون مرئية بالعين عشان ما تبقاش حاجة مشكوك في أمرها وبعدين كمان أصد إنها تكون على كل واحد منهم كعاطية شخصية وده اللي إحنا ما زلنا عايشين فيه النهاردة سكنة الروح القدس كل إنسان مؤمن فينا يؤمن بعمل المسيح ساكن في داخله الروح القدس وبالتالي دي علامات مهمة قوي هميني قوي إن أنا أعرف وأحفظ الكلام دوت حضراتكم كاب برضو عشان ما نبقاش فاكرين نفسنا إن إحنا مطرقين في هذا العالم بلا مرشد أو بلا معزي ولا بلا يعني رجاء لا ده الروح القدس جوايا وجواك ساكن فينا بيعلمنا ويفرحنا ويعزينا ويفكرنا ويقول لنا كده يلا قوموا اعمل كذا وبالتالي الروح القدس وعطيت الروح القدس هبة إلهية لكل المؤمنين ومش قليلة مش قليلة خالص زي ما احنا بنفرح بإلهنا يسوع المسيح الإله المتجسد والمصطوب عنه كذلك الروح القدس الذي يعمل فيه وفيكم ويعمل في الكنيسة هو عزانة وهو رجاءنا وساعات الناس بقى ايه يعني تطفئ الروح وساعات الناس أخرى الروح يعمل فيها بأعمال عظيمة وبكوات ويصير كده كأنه إناء مختار هو ده اللي المسيح قال عليه وقال برضو في الكتاب المقدس لأن المرو يروى والنفس السخية تسمن والمسيح قال إيه تجري من بطنه ايه أنهار ماء حي هو ده عمل الروح القدس وهو دي العطية الإلهية اللي موجودة لكل واحد فينا طب الكلام يعني مكتوب في الكتاب المقدس وكلام جميل أنا بعمل ايه بالروح القدس والعطية الإلهية دي يعني عامل هل يعني ربنا مديني حاجة ومع ذلك أنا ساعات بحزن وبغطي وبتعب وا 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 أقول لك تمام ما إحنا بشر ما إحنا بشر فالروح القدس الحقيقة مش بيلغي شخصيتك ولا الروح القدس لساكن فيه وفيك يعني بيكتفنا ويقول لك تعمل كذا ومتعملش كذا لأن ربنا بيحترم إرادتنا جدا وبيحترم حريتنا جدا فالشاطر مننا هو اللي بيبتدي يفع ويسمع ويطيع عشان كده الكتاب يقول لك لا تطفق الروح فكأن واحد أبوه الده الورث عظيم الده الورث عظيم وقال له بص الورث ده يكفيك أنت وعيالك ويكفيك طول عمرك بس الوضرح حط ورثه كده على جنب وصاب عطية أبوه وعمال بقى إيه يلعب في الطين وعمال يعني يتاجر في الدنيا وعمال وناسي أو متجاهل العطية بتاعة أبوه كذلك عطية الروح القدس لكل واحد فيه في مننا العارف يستثمرها كمثال الوزنات وفيه اللي عارف يخطه دانه كده ويسمع ويشوف هذا الروح الحق المعزي والملك السمائي ده يقوله إيه وبيرشده إيه إلى آخره وفيه واحد تاني راكن هذه العطاية الإلهية العظيمة بس قبل ما نشوف إحنا إزاي نشتغل مع الروح القدس وإزاي نعطي له مساحة في حياتنا لازم نفتكر إن دا كان وعد المسيح دا كان وعد المسيح لأن المسيح لهم لن أترككم إيه يتامة فكما أن الآب أرسل ابن الوحيد والروح القدس المعزي ليسكن في المؤمنين بعد صليبه إيامة المسيح وصعوده للسماء كذلك وعد المسيح لكل واحد فينا وعد إلهي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم الروح القدس المعزي فوعد المسيح الذي قاله لتلاميذ ورسل وإحنا بالتبعية إذا كان عما نويل تفسيره الله معنا كذلك الروح القدس إيه الساكن فينا والله الآب الحال في كل وقت وفي كل مكان فكأننا إحنا كده محاطين بالعمل الإلهي صحيح هتقولوله دا الدنيا مليانة شر الظلم حاولينا كتير بس تعالوا كده ننسى النظرة السلبية دي لحياتنا ونبص كده كل واحد فينا إزاي هو محاط بالعمل الإلهي إزاي الله الآب يقبله كل يوم ويرسل له فعل المصلحة بابنه الوحيد وإزاي إنه هو صابر يقولك لأنك سطرتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة فكل ما بنتصال لي صلاة الشكر نفتكر المقدمة البسيطة دي وإزاي أن الله الآب سطرنا وقعنا وحفظنا وبعدين ابن الوحيد الزبيحة الجميلة الفخارستية الزبيحة اللي على المسبح اللي بنروح نتقدم ونقول إيه يعطى لغفران الخطايا حياة أبادية لمن يتناول منه وطبعا هذه الزبيحة بالروح الكدس لأنه برضو موامين متمم الأسرار في الكنيسة هل أبونا اللي واقف يقدر يقول أنا حولت الخبز إلى جسد والخمر إلى دم يا أبونا نقول له لا يا أبونا ده بالروح الكدس بالعطية إيه الكهنوت ونعمة الكهنوت إيه نعمة الكهنوت ده استدعاء الروح الكدس فييجي أبونا يصلي كده في القدس يقول إيه حل علينا روحك الكدس وينقل هذه إيه القربين الموضوعة وهذا الخبز وهذا الكأس فييجي نعمة الكهنوت في الكنيسة تستدعي الروح الكدس ليتمم الأسرار كل الكلام ده وعد إله فلما بقى ننسى شوية تعبنا وننسى شوية الخطايا اللي بنحبها وننسى شوية الظلم اللي ننزل مهولنا وننسى الحاجات دي نشعر بغنى عظيم جدا نشعر أن ربنا ده إيه محوتنا محوتنا حتى ضد الخطي وحتى ضد الشر وحتى ضد نفسنا التماعة ونفسنا الأنانية فهذا الوعد الإلهي الجميل المسيح وعده التلاميذ ولينا كمان أن الروح الكدس يرسله الأب ياسم أنا مش هسيبكم يا تام طيب ما تخليك معانا يا رب المجد يسوع قل لك لأ أنا هصعد للسماء تممت الفداء وتممت الخلاص انتصرت على الموت يلا الروح الكدس ساكن فيكم الروح الكدس يحل عليكم اذهبوا وإكرزوا وعلموا جميع الأمم وخليكم أنتم تبقوا عايشين بتوصلوا كلامي وبتوصلوا رسالتي للأمة طيب هتسيبنا لوحدين يقول لك لأ ده الروح يعمل ايه يعدوا معايا كده بقى يعطيكم السلام ويعطيكم التسكرة ويعطيكم أن تصنعوا قوات ويعطيكم العمل الأسرار في الكنيس ويعطيكم الحكمة التي لا يقدر معانديكم أن يجاوبوها فكأن الروح الكدس بيكمل كل ضعفنا البشري وما بقاش ربنا سايبنا احنا كده في وسط الشر ولا سايبنا في وسط الزلم لا ده جوانا روح بيقوينا وبنقف وبنتكلم وزي ما بنقول في القانون الإيمان الروح الناطق في الأنبياء لأن النهاردة الروح الكدس مش مجرد تسكرة في داخلنا إنما كل تعليم الأباء اللي موجودة في الكنيسة في القرون الأهلة وتعليم الأباء اللي بيعلمونا ولما تقعد في الكنيسة وتسمع عزة وتحس إن الكلمة دي ليه كنت؟ ولما تقعد وتصلي وترجع وتفتح الإنجيل وبعندك مشكلة وتلاقي ربنا بعتلك الحل قدام عينيك فالروح الكدس عامل فينا وعامل في الكنيسة وناطق في تعليم الكنيسة وفي الأنبياء العهد الأديم وموجود في كل أسرار الكنيسة في كل هذا الكلام فالروح الكدس المعزي الوعد الإله اللي لن أترككم يا تامة وإننا 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 مش هسككم لو حبينا نراجع مع بعض كده قبل ما نروح فاصل خلي بالكم الروح الكدس ده عطية إلهي زي ما كان فيه نجم فوق المزود وزي ما كان فيه ملايكة فرحانة وكان فيه علامات مرئية على ميلاد المخلص كذلك الروح الكدس لما حل على التلاميذ اتشاف بالعين في شكل ألسنة نار اتشاف نمرة اتنين على كل واحد فيهم عشان ما حدش يقول ده نزل عليه وده ما حلش عليه اللي آخره لا كله حل عليهم الروح الكدس كل المجتمعين وصار بالامتداد الرسولي هذا هو عمل الكهنوت وعمل الأب الأسكف في الكنيسة سواء كان بوضع الأيدي وبعدين برشمت الميرون كل هذا الكلام فصار الروح الكدس عطية شخصية لكل المؤمنين بالمسيح اللي بناله سر المعمودية وسر الميرون وصار جوايا وجواك يعلمني ويفرحنا ويعمل جوا الكنيسة من خلال صلوات الكنيسة وليتورجيات من خلال أقوال الأباء الجميلة اللي بتعلمنا من خلال رسائل الله الشخصية لكل واحد فينا من خلال عزة بتسمحها في الكنيسة من خلال ركعة صلة أنت بتصليها ويرشدك ويقويك ويعزيك من خلال فتحة كتاب مقدس أو كتاب روح عينك بتقع عليه فتلاقي ربنا بعطلك الحل اللي أنت كنت بتدور عليه أو الإرشاد اللي أنت عمال تايح عليه عطية كبيرة جدا تغنينا وتخلينا نعيش في فرح وفي تعزية وفي سلام بس هل كل واحد فينا بقى بيعمل مع الروح الكدس ولا إيه اللي بيحصل مع البشر ده اللي إحنا إيه نتكلم فيه بعد الفاصل اشتركوا في القناة عايش في أمان وعيوني تنام وأنا متطمن أصله لا يمكن هيسدني وحيد لو في أجراء بكلام أرتاح خطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيك يا مالي بنور حياتي شكلت إليك أوقاتي لو أنت يا رب العمر معاك رجم الألوان حل كل الأيام المرة ومن أمات سبني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان سندي في أيامي وسر سلامي خيره يكفيني حبه ماليني وهمني حياة يا شمس ناري كاشف أسراري سترقاني يدي أنا ماد يقولي بالعمر معاك يا مالي بنورك حياتي شكلت بيدك أوقاتي لو أنت يا رب بالعمر معاك أجمل الألوان حل كل الأيام المرة بندك بندك ما تسدني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان يا مالي بنورك حياتي شكلت بيدك أوقاتي لو أنت يا رب بالعمر معاك أجمل الألوان حل كل الأيام المرة بندك ما تسدني ولا مرة يمهون على قلب الغربة حاسس بأمان أهلا بكم بنكمل كلامنا عن عطية الروح الكدس وعرفنا وفهمنا إزاي ربنا لو المجد أراد وبسرور وبفرح أنه روح الكدس يسكن في المؤمنين باسمه كل واحد على حد عشان كده من يوم الخمسين كانت بداية الكنيسة على هذا الأساس وعلى هذا الإيمان اللي احنا بنقوله ونعيده ونزيده بس السؤال اللي احنا لازم نسأله هو ليه سكن الروح الكدس جوانا هل ده يعني حاجة أساسية لخلصنا هل دوت كان ممكن نحيا بدونه طبما العهد الأديم كانوا عايشين من غير سكن الروح الكدس صحيح العهد الأديم كان فيه موسى وابراهيم وحسقيال ودنيال وقليشع وأنبياء عظام كبار جدا قدسين كلهم وأحبوا الله واتكلموا معاه وسمعوا صوته وفيه لربنا يعني ظهر له بأشكال عدة زي موسى لما كان فيه نار في العليقة ويشوع لما ظهر له ملك الرب عند أصوار أريحة وجدعون إلى أخيره موسى يعني بأشكال وبطرق كثيرة ربنا قاعد يقولهم أنا أنا هو الحقيقة احنا محظوظين في العهد الجديد أن سكن الروح الكدس لكل واحد فينا وطبعا ده شيء لازم لخلصنا هو ربنا في الأصل لما خلق آدم خلق آدم ومش عايز يكون مفصول عنه وعايز يفضل يكون معاه في التحاد وعايز يكون معاه في تعامل مستمر ويكلم ويخلق لكن لما حصل أن آدم عرف الشر وفسدت الطبيعة البشرية حصل هذا الانفصال وصار أية شركة للنور مع الظلم عشان كده بنتعمد وبعد المعمودية ننال السر الميرون ويزبط فينا ويسكن فينا الروح الكدس طب ده لازم لخلصنا آه ليه لازم لخلصنا ربنا يسوع عارف ان يعني صحيح احنا طبيعتنا تجددت بفعل سر المعمودية وأصبح لنا يعني الكنال الدخول إلى الأقداس بس الطفل اللي يتعمد ولا الإنسان حتى لو كبيره يتعمد ما هو بيتعامل مع الشر الحواليه وبيتعامل مع الشيطان الشرير العدو وضغوط وإغراءات وا 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 إلى آخره والمسيح نفسه قال لهم في العالم سيكون لكم ديك لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وجزء من غلبتنا بالعالم هو سكن الروح الكدس اللي جوانا عشان كده المسيح قال لهم هو الروح الكدس ده دوروا إيه جواكم يعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم وبعدين مرة تانية يقول لهم إيه أعطيكم فما وحكمة لا يقدر معانديكم أن يجاوبوها والروح يعمل فيكم وبعدين نسمع بقى عن سمار الروح الكدس محبة فرح سلام طول أنا لطف الصلاح وداعة عفف فطبعا الروح الكدس لازم لخلاصي وخلاصكم أنا معرفش يعيش من غير إرشاد الروح الكدس وهوتوه في الدنيا دي كلها من غير تعليمه ده أنا ممكن أن حرف في التعليم وممكن أن حرف في السلوك وممكن أن حرف في الإيمان وممكن ضغوط الشر تقو علي طب ما المسيح خلصك آه المسيح خلصني وفداني بس أنا محتاج الروح الكدس يعمل في داخلي يرشدني وأويني ده كلام المسيح ده الكلام اللي المسيح قاله عشان جده لما واحد يقول مثلا كل يمنى على الإبن الوحيد يسوع المسيح اللي فداني نقول لهم لا لا استنوا ده إحنا خلصنا كله هو إيه شركة عمل الثلوس والقدوس الله الآب اللي قابلنا وأعنا وسطرنا والإبن اللي فدانا والروح الكدس اللي بيعمل جوانا عارفين في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية نقول كده أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك الكل كنز والصالحات وموتي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل ده ناس وإيه خلصنا أيها الصالح فإذا ده ملخص كده آه دي عمل الروح الكدس جوه يا التطهير الغفران طبعا والاتنين دول معناها الخلاص والإرشاد وروح الحق اللي بيعلمنا إيه الحق بيعلمنا في هذا العالم لأن النهاردة الطيرات بقت إيه كل واحد عنده الحق بتاعه كل واحد شاف نفسه صح وكله شاف نفسه الحق وكله عمال إيه يضحك على كله حتى الناس يضحك على نفسه نقول لا 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 إحنا روح الحق المعزي الحاضر في كل مكان والمالك الكل كنز والصالحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا وخلصنا فإذن الروح الكدس لازم لأجل خلاصنا أنه يعمل فينا ويرشدنا ويقوينا عشان كده زي ما قلنا عطيت الروح الكدس دي مش عطية سهلة ولا الإنسان المؤمن اللي في داخله الروح الكدس ده يحس أنه فقير وغلبان ومكسور كده والناس واكلة حق والناس جاي عليه ويبقاعد إيه ده إيه ده ده ما يصحش ده ما يصحش يكون روح الله ساكن فينا ونشعر بالكآبة ونشعر بالحزن ويتملك علينا مشاعر الضيق والفقر إيه ده إيه ده لا 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 ده احنا نقول إيه ده احنا أغنياء ده احنا أغنياء مش كده حتى بنقولها كتير في ألحنة وفي زكسولوجيات الأيامة فلهذا نحن ايه أغنياء بالخيرات الكاملة مش كده وبإيمان النورات القائلين هالليل وياه ده احنا فرحانين بعطايا بالخيرات ما الخيرات دي كلها النعمة الإلهية نعمة الروح الكدس وعطية الروح الكدس لينا ونقولها كده كتير فلهذا نحن ايه أغنياء بالخيرات الكاملة بصوا صلوات كنيستنا جميلة ازاي فالواحد لما يصلي ويقول يبقى فاهم هو غني بايه ما يتملكش عليه بقى مشاعر كآبة او 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 الى اخره تقول ليه بس القدسين كانوا عايشين في فقره وفي عوز وتقلموا هقولك اه بس كانوا متعزيين كانوا يتقلموا صح ويقول اه بس قلبه كان متهلل بعمل الروح تقول له ما يبونى بس انت كلامكو دا دايما كده متضاد يعني ايه واحد يكون بيتقلم ومتهلل بالروح مش كلام متضاد ولا حاجة ما هو المسيح كان متقلم على الصليب بس اكيد كان ايه فرحان انه احنا كلنا ايه يعني الله الاب قابلنا يقولك كده الله فاشتم ايه ابيه الصالح وقت المساء رائحة سرور تقدمة وكل واحد فينا عاملين عارفين عاملة زي ايه بالزبط كده زي ما واحد مثلا اب حناية ياخد حاجة من بتاعته ويديها لابنه عشان يكون فرحان تقدمته بتبقى غالية بس هو فرحان ان ابنه ايه هياخد احتياجه ابنه فالتقدمة فيها طبعا قلم التقدمة فيها وجع التقدمة فيها الى اخره كل هذه لكن برضو الواحد بيبقى ايه فرحان انه ابنه هينجو من المشكلة اللي هو فيها عشان انا كده انا هتديله هتعب عشانه يلي اخره زي الام اللي صهرانة جنب ابنها ما هي صهرانة ما هي ممكن تسيب عيالها سخنين وتعبنين وتخش تنام او تخرج وتروح تتفسح ولو عملت كانت تقول عليها دي ام ايه سايب عيالها لكن تصهر معاهم وتتعب لهم وتبزل معاهم مجهود وكل الكلام دا قلم وكل الكلام دا تعب بس ولاده هما بيكبروا قدامها ايه فرحان هكذا هي الكنيسة هكذا هي الكنيسة وهكذا وكنيسة جماعة المؤمنين اقصد فصحيح الكنيسة بتقدم شوها دا وبنكتهد في صلواتنا وكل هذا الكلام لكن بنبقى متهللين وفرحانين وده عمل الروح الكدس الجميل ده عمل الروح الكدس الجميل فينا لأجل ايه خلصنا حاجة كمان جميلة قوي في الروح الكدس يقولها بوليس في روميا يقول ايه لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس والمسيح يقول برضو حاجة جميل لأحد يؤمن بالابن الوحيد الا ايه بالروح الكدس فقلنا نمرة واحد اللي روح الكدس مهمة قوي لأجل اخلاصنا نمرة اتنين بوليس بقى بعد ما المسيح قال الكلام دوت بيفصرها لنا يقول لنا محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس فروميا خمسة خمسة آية لازم نكون واخدين بالنا منها يعني انا من غير عمل الروح الكدس جوايا انا محبش المسيح كأن محبة الله دي اتولدت في داخلنا ووجدت في داخلنا من غير ما احنا نعمل حاجة وده حقيقي العيل الصغية ريت العيل كبير ليه نفسه بيحب ربنا بتقوليه بس فيه ناس بتسيبه هقول لكم ما هو آه كان محبة موجودة جواه وقالوا بس هو حاب حاجة كتر منه بس الاغلب الحقيقة بيفوق في يوم الايام ويدرك حقيقة الحياة ويعني ربنا يخلي الفوآن ده بدري لاني يعني نقطة عريضة كده في وسط كلامنا الواحد بيصعب عليه لما يكون ولاد ربنا وغنياء بعمل الروح الكدس فيهم ومحبة ربنا موجودة جواهم ومعرفوش يحبوا اللي حواليهم معرفوش يحبوا اخواتهم معرفوش يحبوا قريبهم معرفوش يحبوا زميلهم لاني دي علامة عظيمة قوي على يعني فعلا فعلا اني فساد الطبيعة بتاعتنا اني بقى انت المفروض مؤهل انك تحب الكل وتقدم للكل محبة وتقدم للكل صبر وتقدم للكل وتلاقي نفسك عمال تتخانق وعمال تشاكل وعمال مش قادر تحب ايه القراهية دي طب جبناها منين ده بقول لك محبة الله قد انسكبت في كلوبكم بالروح الكدس تقولي ده انا بحب ربنا هقولك يعني اشك لاني ربنا نفس يقول ايه كيف تقول اني احبك وانت مش قلبك ليس معي ويقولك كيف ايه تقول يعني انت لا تحب اخاك الذي ايه تراه وتقول ان انا بحب ربنا اللي ما انتش شايفه يعني بنقولها كده بتصريف انت مش عارف تحب اخوك اللي شايفه هتقولي انت مش عارف تحب اخوك مش عارف تحب ربنا ما انت لو بتحب ربنا هتحب اخواتك اللي حواليك وولادهم ما تقولش حقهم الى اخير وكل هذا الكلام لكن ارجع تاني وقول روح الكدس لازم جوايا جواك لانه هو ده اللي بيولد ويحط جوانا محبة الله محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس وكمان المسيح بيأكد هذا المفهوم طبعا من قبل بولس لما بيقول ان محدش فينا بيؤمن بالمسيح وبالفداء وان هو الله الاب ارسله ليفتدي العالم كله وكل هذا الكلام الا بالروح الكدس ده كلام صعب ده كلام احيانا المنطق البشري ما يقبلوش مش عشان هو كلام استحالي انما عشان العقل البشري عقل مادي بيؤمن باللي بيشوفه او بيقتنع باللي بيشوفه رغم ان احنا في حاجات كتيرة جدة مش بنشوفها وماشيين وراها كده وكده وخلاص يعني مش بس الايمان يعني ايه مش عايز اخش معاكم في حت الدفاعيات الاخره بس مثلا قرص الدواء اللي انت بتاخده انت الدكتور كتبه لك بنا على ثقتك في الدكتور لكن هل انت عارف المادة الفعالة دي بتعمل ايه ده انت لو قريت النشرة بتاعت الدواء حدش فينا ياخد ادوية لكن الحقيقة لما مصقين في الدكتور وعارفين ان هو شاطر وسمعنا عنه فدينا ماشيين وراه فمش كل حاجة عقلك الحقيقة بيشوفها بيصدقها وفي حاجات تنابش لا في حاجات كتير ايه احنا مش شايفينها بعقلها ومصدقنا بس الشيطان ييجي بقى عند الخلاص والفداء والثلوس والاسرار الكنسية والكنيسة وطقصها والعقيدة وكل هذا الكلام يعقول لك لا فاهمني وما تفاهمنيش وطبعا احنا بنفهم وطبعا لازم نكون فاهمين ولازم نكون عارفين وعندنا ردود على كل الاسئلة بس الايمان المحب والايمان البسيط ربنا اعطاه للذين ايه يعملون مع الروح الكدس وبالتالي الروح الكدس يسبتنا في الايمان والاكثر كمان هو سبب ان محبة الله دي موجودة جوه قلوبنا محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس بوليس برضي يقول لنا كلمة عن الروح الكدس يقول لك ان الروح يعبر بأنات لا ينطق بها لو قلنا لزوم الروح الكدس جوانا عشان خاطر هو لازم لخلصنا ولا خلص لنا الا بعمل الروح الكدس وكمان مع الفداء ومع قبول الله الآب يعني شركة السلوس دي الاجل خلصنا هو ده الخلص بتاعنا يعني ماينفعش واحدة منهم ماينفعش التلاتة من غير واحدة هو السلوس الكدوس الهنا وهو شركة بتاعته لأجل خلص الإنسان فالروح الكدس هو العامل في الكنيسة والعامل جواه جواك لأجل ايه لأجل خلصنا كتتمين لعمل الفداء للمسيح تمه وقبول الله الآب لنا وبعدين بقى ايه عايزين نصلي عايزين يعني نعبر باللي جوانا فالروح كده يعبر بأنات لا ينطق به يعني ايه يعني لو انا قاعد كده جنب ابني وبعدين ابني بيقول لي اه انا تعبان فلازم قعد اسأله تعبان من ايه ايه اللي بيوجعك اه طب جنبك ولا بطنك ولا راسك وعد اسأل وافهم معرفش حس بي معرفش حتى لو ان حسيت ان هو تعبان اشوفه كده دايخ ولا وشه مسفر ايه ابني مالك وعد اسأل ونروح للدكتور ولازم ناخده ندي ونعمل انما لو انت قدام ربنا وغمضت عينك كده وقلت له اه هو حاسس بيك من غير ما تقول هو فاهم وهو عارف ومش محتاج تشرح كتير الروح يعبر بانات لا ينطق بها فساعات فيها واحد فين لما يكون تعبان يكتفن ويقف قدام الله او يدخل قداس ويقف كده على جنب ويربع يديه ويغمض عينه ويقول له يا رب انت دريان بالجوايا ويقول له يا رب انت حاسس بالجوايا اه ما دعم للروح الكدس يوحدنا ويوصل انتنا ويوصل المشاعر الحلوة اللي جوانا او مشاعر الغضب او مشاعر التعب فصار الروح الكدس ينقل ما في داخلنا ويرفعه زي ما كده المسيح حمل خطيانا ورفحها كزبيحة كده امام المسيح واشتمها ابوه الصالح وقت المساء على الجلجوس كذلك الروح الكدس يعبر عما في داخلنا وطبعا بيترجم بيترجم التعزية وتلاقي بيقوي وتلاقي بيسند وتلاقي يقول لك يعني ربنا معاك ويهيقوي واستجيب لك الرب فيهم شدتك وينصرك ويشدد من من ازرك كده ويعزيك ويقويك هو ده عمل الروح الكدس عشان كده لغنا لنا ابدا 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 عن عمل الروح الكدس لا في الكنيسة ولا في حياة كل واحد فينا في الكنيسة لانه هو متمم الاسرار مية المعمودية والاسرار الكنسية في الافخارستية ومسحة زيت مسحة المرضى وتلاقى ابونا بيرشم دايما التلت رشومات الاب والابن والروح الكدس وينفق في الزيت وينفق في المية وينفق في الكس وفي الجواز وفي الكهنوت عمل الروح الكدس ما نقدرش ما نقدرش نعيش من غيره الكنيسة ما تحياش إلا بعمل الروح الكدس وانا وانت على مستوانا الشخص يدينا شفنا هو اللي بيثبتنا في الإيمان وهو اللي بيعبر عن الأنات اللي جوانا هو السبب في أن محبة الله جوه أقلوبنا لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس هو اللازم لأجل خلصنا وطوبتنا واعترافك وبالتالي الروح الكدس ده لزومه لأجل خلصنا مالوش يعني ما نقدرش نستغنى عنه وما ينفعش نعيش من غير عمل الروح الكدس في داخلنا فإذن يا أحبائي عطيت الروح الكدس فعلا نحن أغنياء بعمل بعمل الروح الكدس فينا طب إزاي بقى إيه العمل البشري وإيه جهدنا هو ده لننتكلم فيه إيه بعد الفاصل من قالتني اللي خلقني في ديئاتي مش سامعني ولا شايلني خلامي من قالتني 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 كل أيامي مش هدل غيرك إن حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما نويا أملك أمري أملك أمري من قلبه حني زيك من عنده أحساس حبك ووهيد لأحلى حياة من وياه أنا متطلب من زيك هيكون ممكن ده مفيش غيرك إليك مش هدل غيرك إن حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها سنين الخير بارك فيها خلني دايما نويا أملك أمري أملك أمري يا إله أنا كل ما إنك أبو يا الحنان ومعك طريقة كمل والإسمك دايما نعلي صورتك قدامي تمالي أنا لك قلبي بسلم مش هدل غيرك إن حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها بسنين الخير بارك فيها خلني دايما نويا أملك أمري مش هدل غيرك إن حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها بسنين الخير بارك فيها خلني دايما نويا أملك أمري أملك أمري أملك أمري أهلا بيكم بنكمل كلامنا عن عمل الروح الكدس وعتيت الروح الكدس طبعا إحنا كنيسة بنقمن بالنعمة وبنقمن أيضا وبنقمن أيضا بالجهاد لازم يكون لنا عمل ولازم يكون لنا طاقة إيجابية إحنا بنقدمها لكي ما لنطفق أعطايا الروح وعمل الروح اللي جوايا يعني مثلا في سؤال جاي بيقول إزاي الواحد يقدر يكتم الغضب اللي جواه وإزاي أخلي واحد بعد ما كان بيكرهني يحبني بصوا أول حاجة مفيش حاجة اسمها نكتب الغضب اسمها نصرف الغضب لأني برضو إحنا لما بيكتب الغضب جواه ينفجر ويطلع في صورة إيه والغضب شعور الغضب شعور لكن الفكرة إزاي تسيطر على ردود أفعال الغضب اللي جواك عشان كده بنسميه صرف الغضب اللي جواك يعني هدي نفسك أعذر الناس اللي قدامك سامح ويخفر اللي عايز ياخد منك حاجة دهالة وخلاص ومهم سلامك يعني ناس مثلا بتتخانق على حاجة حاولت مرة اتنين بالزوء مفيش فايدة خلاص بقالهم يشبعوا بيها يعني ربنا قادر إن هو يعوضك ويبركلك فالمهم إن أنت يكون الغضب مش هو اللي بيحكم تصرفاتك فتلاقي نفسك عمال تتلفز بألفاظ وعمال تهين وعمال تدين وعمال تتكلم عن ناس وعمال تزداد في عمل الرضيء وكأن غضبك هو العمل يقودك وطبعا دي حماقة ما ترضيش أبدا لعمل الروح ولا ترضي أبدا سكة خلاصك ولا تمشي معك أبدا مع الأخلاق الكتابية والسلوك الكتاب اللي احنا المفروض نكون ماشيين فيه فلازم نعمل إيه؟ نتحكم في ردود أفعالنا ونصرف الغضب بتاعنا ونمنع نفسنا عن أعمال الحماقة سواء أعمال الفعل باللسان أو بالكلام أو بالفكر وباب التوبة مفتوح دايما باب التوبة مفتوح أيها ماهر أهلا ماهر معنا سأل نور أهلا بيك كل سنة قدسك طيب يا أبونا قدسك طيب أهلا بيك تفضل ربنا يخليك يا أبونا موضوع الحلقة جميل اللي هو عطية الروح في قدس أشكرك يعني أنا كنت سؤالي لحضرتك إزاي أقدر أستثمر هذه العطية لنفسي أطول فترة ممكنة سؤال جميل يا أستاذ مهر ربنا يديك نعمة ويزيدك نعمة إحنا العطية يعني كل ما بنشكر عليها كل ما ربنا يزيد عاملين زي الوزنات قلنا في النص كده مثل الوزنات ربنا ادينا وزنة وده واحد كل واحد فينا الوزنة عطيت الروح وكدس حسب ما يقدر يستثمرها وحد حسب ما يقدر يشتغل فيها فهنا أستاذ مهر بيسألنا أطول وقت ممكن أيوة ما إحنا على طول إحنا عايزين نعمل إيه؟ نعمل العمل الصالح أول حاجة تعالوا نتوب كلنا لأني زي ما قلنا أيد شركة للنور مع الإيه؟ مع الزون ما واحد مثلا بعت في الوقت بيقول ما ما صير آدم وحوى ما هو آدم برضو عمل حاجات كويسة بس الحقيقة عارف الشر وطبيعة وفصل لكن جيل مسيح ونجاه فكل اللي كانوا في العهد الأديم ماتوا على رجاء القيامة زي إبراهيم واسحاء ويعقوب وموسى ويشوع وناس أبرار كتير كل الناس دير كانوا ماشيين على رجاء القيامة ماتوا على رجاء القيامة وطبعا المسيح جيوا فداهم وسب سبيا وأعطى الناس عطايا وكمان لكن في ناس في العهد الأديم ماتوا هم حاجة حدين على ربنا فشطرتك سيد ماهر وكل من يريد إنه هو يعمل الروح في داخله يقدم توبة نقي وكمان إنه هو يصلي ويحاول يضبط شهواته ويحاول يضبط انفعالاته ويعمل عمل صالح كل يوم كل يوم بقدم عمل صالح يروا أعملكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات الخدمة والعبادة بكل أشكالها والأدسات والتزبيحة كل ما بقضي وقت أكتر كل ما ألاقي ربنا بيشتغل من خلالي أكتر أنا بدي مساحة ألاقي ربنا بيعمل إيه بيشتغل من خلالي أدي مساحة ربنا يشتغل من خلالي مرة أخرى معنا التليفون تاني أهلا بيك يا عماد أهلا بيك تفضل تفضل يا عماد لما صل وصوب أجيب سير الدواء والدحال ودواحش علي صوتك شوي يا عماد معلش تعيبون أنا كتبعات جيب متنفعة منك يا عماد أنا مصال وصوب بس أجيب سير الدواء والدحال ودواحش دعمل ده سوى إيه سلاحة للوحل بيعمل بيابون ولا حاجة عماد ما اللي سيب الخالق لله شما بيقولوا كده أدينا بنصوم وأدينا بنصلي أطلب من ربنا وأنت بتصوم وتصلي شيل عنك موضوع الكلام الكتير دوت يعني خلينا جماعة كل واحد فينا في حاله كلنا بنغلط وخلي بالكم إن المسيح حذرنا من خطيط الإدانة دي ده الإنسان اللي بيدين بيدين وبعدين يتكبر ويفتكر نفسه حسن من اللي حواليه ويقعد يغلط في ده وده وده وينسى هو بيعمل إيه أدينا بنقدم توب على خطيانا إحنا ملناش دعوة بالله حواليه ساعات حتى جوه الكنيسة وساعات ننتقد الرتب اللي جوه الكنيسة ونتكلم إحنا الحقيقة كل واحد وخلاص نفسه الكنيسة ليها رب وبيت ربنا له صاحب والروح القدس بيقودني وبيقودك لكن لما أنت تحط نفسك مكان الروح القدس ومكان ربنا وتقعد تقول ده عمل صح وده عمل غلط أنت الحقيقة بتلعب دوره مش دورك خالص كل واحد فينا له خلاص نفسه كل واحد فينا له مسؤوليته عن نفسه وطبعا قدينا بن ربي ولدنا إلى آخره امنع عينيك ولو معرفتش تمنع عينيك امنع تفكيرك ولو معرفتش تمنع تفكيرك امنع لسانك فدينا ايه طلت حاجات عيني بتبص وتنقض حولها وقفها معرفتش أمعودش أفكر معرفتش ما تكلمش ما تكلمش بنعذر الناس بلاش تاخدنا الحمية وده عمل وده قال وده سوى كل الكلام ده الحقيقة ايه يتعبنا ويوقعنا اكتر في اكتر في الخطيئة وطبعا يخلي الروح الكدس اللي جوانا يسكت الروح الكدس ما عرفش يشتغل في نفس واخد دوره لازم نسكت أصوات الشر اللي جوانا وأصوات الخطيئ اللي جوانا عشان نعرف نسمع صوت ربنا في قدسات وفي صلوات وفي عشيات وفي تسبيح وفي قراءاتنا الخاصة سأخذ في كتب الكتب المقدسة إلى آخره فلازم نسكت أصواتنا دية الشر عشان نعرف نسمع صوت الروح الكدس والصوت الإلهي اللي بينتق جوانا معانا عماد تليفون ألو أيوة سلام يا عماد سلام يا جوانا أهلا بيك تفضل كنت عايزة إزاي أكتن الروح الكدس في حياتي معاني لأي أفكار كبيرة في محبة المال وتعظم المعيشة كده ربنا يحمينا من محبة المال أصل كل الشرور المسيح حذرنا مسيح حذرنا محبة المال أصل كل الشرور وإزاي إزاي أدي له مساحة زي ما قلنا التوبة أهم حاجة التوبة أهم حاجة ممكن يكون أنت عملت تسمع في الكنيسة وعزات وعملت روح أدسات بس أنت ماشي في سكة كده ومن ناحية تانية حياتك العملية إيه رايحة في الناحية التانية خالص دي ما تنفعش مع ربنا ما ينفعش نكون بوشين مع ربنا ما ينفعش نكون إحنا بنسمع كلام كده وبس لما نيجي نعمل بنعمل حاجة تانية خالص التوبة ثم التوبة ثم التوبة ولو بيحب المال يدي اللي بيحب المال يدي اللي عنده مش هنفتقر وربنا عمره ما هيخلينا نحتاج بس خلي بالك المسيح حذرنا وافتكروا مثل الغاني الغبي ده مثل يخوف قوي يعني اللي انت عدت تقول ابني وابني وابني وانسيت ربنا وعملت تكنز وانسيت ربنا وانسيت حق الناس وعملت كل الكلام دوت يجي في يوم فالواحد يفكر نفسه انه يقف قدام ربنا ويقدم توبة حقيقية واللي اخد حاجة من حد يرجح لكن المال المال اللي عمل لنا ايه يعني حضراتنا انا كاكان بصلي على خرجات وحضراتكم تحرجوا خرجات بتشوف الانسان موضوع في صندوق ومحطوط في قبر ما بشواخد معاه حاجة الا العمل الصالح نحترس جدا من خطايا المال ومحبة المال والشهوات ربنا يحمينا وينجينا معانا تليفون من نادي اهلا يا نادي سلام النعم قدسون اهلا بيك تفضل كل سنة قدسك بخير وانت طيبة اهلا بيك اه هنا انا متعرضة للعصرة شديدة والاسس انها من بنتي يعني احنا ارثوزوكس قبنا عن جد ولينا حتى اقارب افاضر رهبان فبنتي دي يعني علمتها لغاية ما بقت دكتورة واخذت يعني تأدير امتياز بس هي للأسف وقعت في ايدي الناس من التواقف الاخرى فاستقطبوها كمان هي وجوزها وللأسف انا مش قادرة اخلصها يابونة من الناس دي وبعدين ابتدوا بقى الاجتماعات المنزلية مرة في بيتها مرة هي في بيوت اخرى لدرجة ان هي ابتدت تبقى عندها شحنات سلبية وابتدت تتعب نفسيا وتحلم كواديس ومش طيقة الشقة وكلام ده كله طيب انا اعمل ايه مش قادرة افتكتفة رحت للأباء الكهنة مقدوش وصلوا الحل ولمجرد هم عرفوا ان انا ابتدت تلجأ للأباء الكهنة بتوعنا شانوا بقى علي الحرب وقالولها انتي لازم تبعيدي عنها لان اللي يحب أبا أو أمان يعني هم محارباتهم كلها دي الآيات زي الشيطان محارب او جرب الرب ياسوها بالآيات اللي يحب أبا أو أمان أكتر منها لا يارسنا لكوت السموات انتي الأمراض النفسية اللي عندك دي بسبب ان أمك بتضغط عليك تسيبينه فالخلاص يا ابونا تعمل لها غسيل مخ ان انا اللي بعرقى لحياتها وبالتالي رحت مقطعاني وبعدت اتعاد كلي طبعا واللي بيداعم هذا الأمر جزها وبعدت دقى خالص وانهتي أنا من حياتها رغم ان انا تعيبت لغاية مخلتها دكتورة قد ضدني ربنا يديك نعم ما لسه العمر طويل طويلي بالك طويلي بالك تجارب بتبتدي وبتبقى قصية بس ربنا ما بيسمحش أبدا ان الناس تبقى فقدة سلام أنا عايزك الحقيقة تبطلي كلام معها الفترة وجيزة من جهة اللي هي بتعمله أو من جهة الإيمان إلى آخره طبعا رسالة مدام نادية واضحة لناس كتير قوي ان البعد عن الكنيسة الحقيقة حرب جديدة قوي بعد عن الكنيسة احنا كناسنا جميلة مليانة بمحبة القدسين ومليانة برحمة ربنا ومليانة بالأسرال والعبادات أحيانا ناس يعني زي ما بولس بتكلم في رسالة تموساوس كده قولك ايه مضلين ومضلين يعني هم مضلين وبيضلوا وبيضلوا وتقدمونا ايه أرضى فأرضى فرسالة واضحة يعني تحذرنا كلنا ان احنا نكون يعني مرتبطين بالكنيسة مهما كان في الكنيسة فيها مشاكل ما الكنيسة مستشفى والكنيسة يعني كلنا فيها تحت الضعف لكن رسالة مدام نادية نقول لها ايه ولكل الأمهات اللي عندهم مشاكل أو أباط مع ولاده بلاش نزن عليهم في عمق المشكلة يعني اتكلمي معاها بمحبة اسألي عليها ابعت لها حاجة هي بتحبها احتفظي بعلاقتك الجيدة بيها كأم البنتها بعيدا عن المشكلة الفعلي ليه لأن الناس اللي بأشرار بشكل أو بآخر بيحاولوا يجذبوا ولادنا أنا بأتكلم بقى على مشاكل إدمان أو مشاكل إليه لأخيره فلما هما يكونوا حنينين عليهم أكتر من أهليهم يبتدوا ولادهم إيه؟ يبعدوا عن أهليهم أكتر فاكتر فأنت احتفظي بعلاقتك ببنتك كأم البنتها اسأليها وسعديها وبعت لها هدايا لعيالها وافتكري أعياد ميلادها وواواواواواوا إلى آخره لغاية وصلي وصلي خليك عاملة زي قديسة مونيكا وصلي وما تستخسريش فيها سؤال ولا أي حاجة ما تعديش تزني عليها في الموضوع دو وافضل يحتفظي بعلاقتك بيها كأم البنتها ونصلي 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 وهتلاقيها في يوم الأيام هي جاية تقولك يا ماما أنا الموضوع الفلاني يا ماما كذا إنما ما تعديش تنطح فيها وتعدي إيه تعندي تعندي معي أنا يعني عايز أديك رسالة رجاء بعمل روحه كدس اللي جواكي واللي جوا بنتك هنجاهد ونكون لطفة جدا معاها وكلام مش بس المدام نادي إنما للكل اللي عنده مشاكل جوا البيت اللطف والحنية والاحتفاظ بالعلاقات الجيدة جدا على مستوى المحبة والحنية والسؤال والهدايا والتعاطف كل هذا الكلام بعيدا عن إن إحنا نبقى إيه عملين مسكين في المشكلة نفسها دي مع طلت البال وعمل الصلاة وعمل الروح الكدس هيخلينا الحقيقة نوصل إيه لأهداف جميلة ونخلص جميعا ونفرح نفرح في الأبدية ونفرح كمان في الأرض باشرة حقيقية مع ربنا الروح الكدس يملأ قلوبنا عزاءا وسلاما لا غنى عن عمل الروح الكدس في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر